اللي بيكون اشرح ليه وفيديو مهم ودار الافتاء المصرية بتعلن قيمة الزكاة لهذا العام لرمضان عشرين اربعة وعشرين كل عام وحضراتكم بخير رمضان هذا العام الفين اربعة وعشرين ميلادية الف ربعمية خمسة واربعين هجرية طبعا كلنا عايزين نعرف قيمة زكاة الفطر لهذا العام ان شاء الله بعد ارتفاع الاسعار وبرضو يهمنا نعرف قيمة الزكاة دي في مصر وفي بعض البلاد العربية او معظم بلاد العربية ان شاء الله الفيديو دوت هنعرف حضرتك قيمة الزكاة اللي دار الافتاء اعلنتها سواء كانت في مصر او في السعودية او الكويت او الامرات او معظم البلاد العربية والكلام ده طبعا بعد الزيادات اللي يعني المفرطة في الاسعار وفي كل حاجة بقت حوالي مننا يبقى اول سؤال هنجاوب عليه ان شاء الله هو ما هي قيمة زكاة الفطر لهذا العام عشرين اربعة وعشرين ان شاء الله كل عام حضرتكم بخير تاني سؤال مفروض هنسأله ونجاوب عليه ان شاء الله هو متى يجوز اخراج زكاة الفطر وهل لها معاد محدد ولا ممكن نحن نخراجها في اي وقت طيب خلينا نجاوب على السؤال التاني الاول اللي هو متى يجوز اخراج زكاة الفطر في رمضان بيجوز اخراج زكاة الفطر في رمضان من اول يوم رمضان لغاية اخر يوم في رمضان لغاية يوم تلاتين رمضان وحتى تلوع شمس اول يوم من ايام الايد كل سنة حضرتكم طيبين يعني يجوز اخراج الزكاة من اول يوم رمضان لغاية اخر يوم رمضان لغاية قبل تلوع شمس اول يوم شوال اللي هو اول يوم الايد طيب اول بقى سؤال اللي احنا ما جاوبناهوش جاوبنا على التاني الاول اول سؤال اللي هو ما هو مقدار الزكاة لهذا العام في مصر وفي جميع او في معظم الدول العربية والاسلامية هنعرف هذلك الوقتي مقدار الزكاة في مصر والسعادية والكويت والامارات ومعظم البلدان العربية والاسلامية هنبدأ مع بعض نعرف مقدار الزكاة زي ما قلنا بس يعني ياريت اه حب من حضراتكم ياريت ما ما يعني ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة ودعمونا باللايك والشارك كتير عشان فيديو بيصل كل حد محتاجه او حضرتك بتبقى يعني سبب انهو بيصل لمعظم الناس اللي محتاجات وفي يعني في كل الاحوال حياتك بتكسب سواب بضغطة اللايك والشير بتعملها عشان بتفيد غيرك انهو يعرف معلومة عضرتك كنت السبب فيها بعد ربنا انه وصلتها لحد يكون مش قادر انهو يعرفها وبمساعدة تكاريفها والدال على الخير كفاعله بالزبط فربنا يا كريمنا ان شاء الله اشتركوا معنا في القناة ان شاء الله واضغطوا زر الجرس او الاختير اول كل عشان يصلكم كل جديد بنتقدموا القناة ودعمونا باللايك والشير زي ما قلنا وربنا ان شاء الله ينفعنا ونكون كلنا نافعين لبعضين البعض اول حاجة ما هو مقدار الزكاة في معظم الدول الاسلامية والعربية اول حاجة بنشوفها مقدار الزكاة في دولة السعودية الشقيقة مقدار الزكاة هو عشرين ريال للفرد عشرين ريال للفرد سنة دي عشرين اربعة وعشرين عشرين ريال للفرد ويجوز اخراج الزكاة نقود ويجوز اخراجها طعام على حسب يعني الطريقة اللي حضرتك تحبي تخرج بها زكاتك ولكن الافضل ان حضرتك تطلعها نقود عشان لما بتطلعها نقود اه الشخص اللي بتديله ازا كده بيشتري اللي نفسه فيه ممكن يكون مش محتاج اكل محتاج مسلا اه لبس جديد محتاج اي حاجة عليه التزامات على اي حاجة فالافضل ان حاجة تطلعها نقود يبقى زي ما قلنا السعودية عشرين ريال للفرد فردين اربعين ريال خمس افراد مسلا ميت ريال للزكاة اه لجوز رمضان طيب تاني حاجة مقدار زكات الفتر في دولة الكويت عارفين دولة الكويت عملتها الدينار الكويتي مقدار زكات الفتر بالنسبة لدولة الكويت الشقيقة هو الواحد دينار للفرد دينار كويتي للفرد الفردين اتنين دينار الى خمس افراد عشرة دينار يبقى الفرد دينار لاتنين لاتنين دينار خمسة خمسة دينار ثالث حاجة مقدار زكاة الفطر لدولة الامارات الشقيقة مقدار زكاة الفطر في دولة الامارات هو 15 درهم للفرد يبقى لحضرتك مقيم في دولة الامارات او حضرتك اماراتي مقدار زكاة الفطر العام 24 هو 15 درهم للفرد الفردين 30 الخمس افراد مثلا 75 درهم لزكاة الفطر وعلى فكرة زكاة الفطر دي يا جماعة أطبع على كل فرد مسلم وفرد واجب عليه وعن أسرته مقدار زكاة الفطر في دولة ألمانيا طبعا ألمانيا وسويسرا والدول دي مفروض ان احنا برضو فيهم ناس مسلمين مفروض نقول لهم زكاة الفطر كام بعملة الدولة اللي هم مقيمين فيها دولة ألمانيا زكاة الفطر فيها عشرة يورو للفرد الواحد دولة سويسرا مقدار الزكاة فيها عشرة فرنك لو حياتك مقيم في دولة سويسرا مقدار الزكاة فيها عشرة فرنك نيجي بقى ليه جمهورية مصر العربية مقدار الزكاة فيها هو 30 جنيه للفرد لو حضرتك مصري أو مقيم في دولة مصر مقدار الزكاة في مصر هذا العام 2024 هو 30 جنيه للفرد لو فرضين ستين جنيه لو تلت افراد مية وتمانين جنيه لو خمس افراد مية وخمسين جنيه وزي ما قلنا بيجوز اخراج هذه الزكاة نقود اواملة الدولة اللي حياتك موجود فيها ويجوز اخراجها طعام ولكن زي ما قلنا في بداية الفيديو الافضل لو حضرتك يعني ما فيش مشكلة عندك نتخرجها نقود وكمان يا جماعة نصيحة ان شاء الله ما نرتبطش قيمة الزكاة ده احنا بنقول دي قيمة الحد الادنى لزكاة عن الفرض مثلا في مصر هو 30 جنيه ولكن اللي عنده استطاع يعني ربنا موسع على حضرتك بنوسع علينا كلنا نقدر بدل ما 30 ممكن نخليهم 50 ممكن لربنا كرمهم نخليها مية عن الفرض طبعا كل ما بتزيد الزكاة وكل ما بتزيد الصدقات والحاجات دي كل ما ربنا بيكرمك لانك يعني مستطيع او كده وبتدي الناس اللي هي محتاجة وربنا يجعلنا سبب لو عدنا ان شاء الله ويعني يوسع رزقنا كلنا وما نقص مال من صدقة جماعة والله ما نقص مال من صدقة ولكن الصدقات دي بتبارك في الاموال وتبارك في الاولاد وتبارك في كل حاجة بنكرمنا من اخر ما ننساش نخرج الزكاة من يوم واحد رمضان وحتى نهاية رمضان ويفضل يفضل التعجيل بيها يفضل ان احنا نعجل بيها ما نستناش لغاية اخر يوم عشان برضو لو بتدي الزكاة دي بدري شوية بتخلي اللي بياخد زكاة يبقى عنده مثلا وقت ان هو مثلا عايز اشتري حاجة عايز مثلا يعني يوسع على اولاده وعلى اهل بيته فمن استناش لغاية اخر اللحظة ونخرج الزكاة لو في استطاع ان احنا نخرجها بدري بدري مثلا اول عشر ايام اول عشرين يوم ما كانش كده والله لو مسلا يعني حد مسلا منتظر اي حاجة من دا معك لغاية اخر يوم في رمضان قبل طلوع شمس واحد شوال ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين كلكم ان شاء الله رمضان السنة دي ان شاء الله تلاتين يوم ما ننساش زي ما قلنا الزكاة ربنا يكرم الجميع ان شاء الله وفي نهاية الفيديو اه كل عام وحضراتكم بخير تنسوش زي ما قلنا تشتركوا في القناة دعمونا باللايك وشير ضغط زير الجارة اشتركوا الجديد واسف اللي طالة وكان معكم سيد شاكل من قناة تشرح لي اشوفكم على خير